السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزينين وتكونوا باحسل احوال الفيديو دي اليوم. هنشارك معكم هاد الخدمة دي ليسميتها الترز دي المردوغ. طريقة سهلة ومبسطة. كنحتاجو الحرير بطبيعة الحال كنبرموه. فانا خليته على الاربعاء وبرمته عادي. بالنسبة البريم البنات اللي باقيين طريقة دي البريم. نشاركها معاكم. هنبدو على بركة الله. خصنا ضروري اما القفطان او جلابة او البياسة اللي نخدموها. تكون اه للاقل فيها صفيفة ولكن ما فيهاش العقادة باش نخدموه هادشي. الجنب صفيفة. عملت هنا خمسة دي الغرس. قدامهم. عملت هنا طول دياله. سنتيم. في الاول عملت نسف سنتيم وهنا عملت سنتيم. الطولة كتقى على حسب انتم ما واشخصكم هاد الزوق هادا طويل او قصير يعني تعملوه ابتداء من سنتيم. والليولانية كيف ما قلت لكم عملت نسف سنتيم. هاد الغرزة هادى كان عملوها فقط في البداية والنهاية. انتم ما عاد شوفوا كيفاش الخدمة دياله. عملت خمسة ديال الغرزات في الاول في نسف سنتيم. وخمسة ديال الغرزات في سنتيم. بغيتو تعملو خمسة ديال الغرزات بغيتو تعملو ستة ديال الغرزات عشرة ديال الغرزات كيبقى على حسب الدوق ديالكم حتى الطول ديال الغرزات كيبقى على حسب طول اللي بغيتو انتم ما. بإمكانكم تنقصوا على اللي عملت اونا او تديدو. ودابا كنجيو. كنعملو سنتيم. دابا نبقوا نعملو فقط سنتيم. نصف سنتيم. النصف دياله كنعملوها فقط في البداية والنهاية ديال هاد الزوق هادي. الى كملتوا معي الفيديو اعتعرفوا علش كنهضر انا. هاد الخدمة هادي امكانكم تعملوها وسط الطرس. تعملوها في الوريقة. تعملوها في الوردة. تعملوها في ما بغيتو. هنا اعملتها جن بستفيفة. شفت البراحة واحدة الموتين في الانستغرام. عجبني بزاك. وقلت علش ما نعطيكم شفكرة. باش تعملوها جن بستفيفة. نبدلو من. من تنبات. نبدلو بزا بزيال حاجات. خصوصا ان الطرس. رجع موضاء دابا. هاكذا. والغرزة الاخرانية. ولكن الى بقى لكم شي فارغ. ضروري ما تعودوا فوق الغرزة. وخد جيكم ستة. تعودوا فوق الغرزة. هاكذا باش ما يبناش الفارغات ديالة. وهنا سنتيم. هنا شنوح الحاجة اللي بغيت نقول لكم. انها الصف الاخر خصو يجي قد الصف اللولاني. باش هاكذا بش زواقة كد جي منظمة. البنات اللي ما شاهد الفيديو هذا واضح. او جاتهم هالطرقة هادي سعي بخصو ضروري. اه بالسنتيم. ان شاء الله قلوها لي وفي اقرب وقت نشارك معكم. وبالنسبة اللي بنات اللي بغيين اللوانات. يجيوا فيها جوش لوانات او ثلاثة اللوانات كتبوها لي وان شاء الله نشاركها معاكم. دائما الصف اللولاني خصو يجي فيها الصف الثالث عفوا. حداش انا كيف ملاحظتوا عندي ثلاثة ديال صفوفة. الصف اللولاني خصو يجي قد الصف الثالث. والواسط بطبيعة الحال كي يجي هابط عليهم نازل عليهم. العرض ديال هاد زواقة هدي فانا عملت سنتيم ونص. ما عملت ما عملت العرض بزاف. الناس اللي بغييني يعني 4 سنتيم 5 سنتيم كي بقال علي حساب الدوق ديالكم. فانا في هاد زواقة هدي عملت نص سنتيم. عفوا سنتيم ونص. الان جينا نحسبو كل زواقة خصو تديلي نصف ديال سنتيم. هكدا باش يعني يجيوا زواقة تقد باعتياتهم. المهم اليوم خدمتها معاكم عشوائية. يعني خدمتها معاكم عادية. اه بالنسبة الناس اللي بغيين بالسنتيم والحاجة تجي متقوقة والخدمة مزيانة. كتبوا هلي في التعليقات باش ان شاء الله هنشارك معاكم. سمحولي الى الطريقة ديال التصوير لان تاسا للتصوير عادك شوف بانا نص ما كيبانش. اه مالي كان جي باش نصور ما كان شوفش واش باين ولا ما باينش. اه لان الكاميرا عالية واحد شوية. المهم الى ما بانسوا لكمش الخدمة قلوها لي وماشي مشكل لنعود لكم في فيديو اخر. باش تاخدو فكرة اكثر. اه كلي هاي ساقسيني سالما اه انا ماشي في المغرب وما عندناش الحرير او بعيد عليا. واشو يمكاني نعودو باي خيط. بيمكانك تعودو بالخيط ديال الخياطة العادي فانا كنت رص به بالزبط ديال المرات. اه بيمكانك تعودو بالطرز ديال دي ام سي او كينا بحل الخيط ديال دي ام سي ولكن هو ماشي حقيقي وكيتباع ارخاص. اه بحل في المواقع السينية ما كيبيعوش قليل اللي كيبيعو دي ام سي. كيبيعو نوع اخر حتى هو واحد شوية يعني من زيون فهل الوان ولكن كيكشف ضغية. عكس دي ام سي اعرفوا بان دي ام سي يعني كيبقى معنا فترة طويلة احتوي اللي عملنا له اه جافيل كيبقى باللون ديالو الحقيقي. وكيف ما قوتها لكم اه احتوي اللي عملنا خمسة ديال الغرزة وبانا الفراغ ديال تسوي. ماشي مشكل نعودو فوق الغرزة هكدا باش الخدمة ديالنا تبان متقونا اكتر. لمر ما كنت عطاح ما يماشي مشكل. المهم كل تلكم ممكن عودلكم. الى كنت صوير ماشي واضح. كتبوها لي ونشاركها معاكم. بغيتوا الطريقة السنتيم يعني باش الخدمة الجيم تقونا اكتر كدوها لي. بغيتوا يكون فيها جوج لوانات ثلاثة لوانات كتبوها لي. المهم اللي بغيتوا كتبوها هكدا باش كنشوف انا الحاجة اللي اكتر طالب وكن عملها بطبيعة الحال في القناة ديالي والحاجة اللي ما كنشبرش عليها اقبل. طب هات الحال ما عنا عملاش. هنا الغلط اللي عملت الى لاحظوا والساعة يدي بالزايا في الغرزة هادي. فهيقدر يجيني فيها كتر من خمسة ديال الغرزات. ولهذا انتو ما ردوا البال حاولوا تحفظوا على نصف المسافة. باش ما تجيكمش واحد جيها غلاده واحد جيها رقيقة. هانتو ما كيتشوفو الغلط. المهم اه التعليم ديالي ضروري لعملت شي غلط ضروري من يقول لكم. وعنوا لَي شوفتو ان عملت الغلط تحاولوا اا تفادواه من اللي تجيوا وتعملو ننتو ما تطبيق ديالكم. اذا لاحظتوا فانا هنا بلippers boxes ديه الخيط عفوان ملي عن سالي الخدمة عن غرزو اهاكدا باش الخدمة ديالي اجي ما تقونا كيف ما قلت لكم فهذا واحد طريف بغيت نجربا كأنني اول مرة كنجربا قلت علاش ما نشاركاش معاكم المهم الى انتم مهتمين بالطرس لانا كتشوفوا المحتوى ديالي ما كنعملش بزرط طرس لانا بزرط ديالي البنات ماشي ما كيهموش الطرس بقدر ما كيهمو التنبات المهم الى كنتوا من عشاق ديال الطرس او بغيين تعلموا الطرس كتبوها لي بالتعليقات باش ان شاء الله في اقرب وقت نشارك معاكم وجينا من السطر الاخر فانا اعتبر هدا والسطر الاخر عنتم مكتشوفو كنعمل نفس الغرزة اللي عملت في الاول هكدا باش كيجوني قد بعطيتهم وما كيجينيش الفراغ ديال التوب باين اكرا حاجة عندي لف طرس لف تنبات هو الخيط هي التالة ما كنظنش وقيلة انا بوحدتي يعني كنظن يعني بزرط ديال اخوات كيكرهوا راسهم الى التالة لهم الخيط واكدا نعمر مزيان حتى نوصل للجانب كين نبعت الاخوات هاي ساقسيوني سلمة واش بإمكاننا الجانب هدا نعمره شي حاجة بإمكانكم تعمره باي حاجة بغيتو كيبقد لها سب دوق ديال كله